والآن جولة على المشهد الاقتصادي مع الزميلة رانا عبود إذا في حدا بورد مع البوز هل يشوب مع الاقتصاد؟ كل يوم يعني أنا ما بجبلن غير الأخبار اللي بتشوب بالفعل جورج يعني اليوم نحكي شوي عن السيناريوهيت المحتملة في حال استقال نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وأيضا رح نحكي شوي عن دور المصارف خسائر المصارف اللي تكبدتها يعني بهذه الأزمة تفاضلي رانا كشف الباحث والخبير الاقتصادي محمود جباعي اللي هنا بيروت أن نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة سيتقدمون باستقالتهم قبل 31 تموز وهم أعطوا مهلة أسبوع بعد البيان السيناريو الأول أن تقوم الحكومة اللبنانية الحالية بتعيين حاكم جديد هذا طبيعي من ناحية المظهر إلا أنه واقعا صعب جدا لأنه معظم الكوى السياسية بالبلد ترفض أي نوع من أنواع التعينات في هذه الحكومة الحالية السيناريو الثاني مثل مطرح الوزير جبران بسيل حتى نحط كل السيناريوهات أنه نعمل حارس قضائي على مصرف لبنان إذا بحال شغور الحاكمية واستقلوا النواب الأربعة وهذا أيضا مرفوض من الكوى السياسية بالمطلق بس إصناء الطيار السيناريو الثالث هو أنه نصل ل31 شهر تخلص وليت حاكم مصرف لبنان الكوى السياسية ما أخذت ولا خيار بعدها بقوموا بيستقلوا النواب الأربعة وبمعلمين تحيستقلوا قبل 31 شهر إذا استقلوا أربعة النواب شو بيصير؟ بمضع بشغور نقدي كبير بلد دولة لبنانية عاجزة حكومة ما عندها أي قدرة أنها تيب إرادات رئيس جمهورية ما فيه وتصوري أنت آخر معقل لمواجهة الأزمة ومصرف المركزي بلا حاكم وبلا نواب أربعة من روح لكارسة نقديية فعالية أربعة بيستقلوا النواب الأربعة بتشوف الحكومة من الكوى السياسية قدامهم ما في حل لا قادرين يعينوا حاكم جديد ولا قادرين يحطوا حارس قضائي ولا بدين يروحوا عشور بصور فيه تفويت ضمن القانون اللي كان هو حاكم مصر في لبنان يقطف طاطة تخفيض لوزير المالية اللي بدوره يطلب من الحاكم من نواب الأربعة بعض ما يستئيله تصريف الأعمال لمدة ثلاثة أشهر قابل للتجديد لحد انتخاب حاكم جديد خسرت المصارف دورها الاقتصادي منذ بداية الأزمة وقد أصبحت مفلسة بحكم الواقع حتى لو لم يتم حسم هذا الأمر قانونيا فقد تحول دورها إلى وسيط لدفع أجور موظفي الدولة وبعض المعاملات الفردية الأخرى التي باتت اليوم تمنحها بعض الإرادات بالدولارات النقدية من عمليات يقوم بها أصحاب الحسابات على صيرفة فكيف تؤثر هذه الخسارة على المودعين رأس مال المصارف هي سفر خسرت كل رأس مال المصارف واليوم اللي عم بيخسر مظبوط هن المودعين واليوم آخر تقرير لصندوق النقد الدولي حدد أنه خسائر المودعين بين أدار 2020 وكانون الثاني 2023 هي 10 مليار أصحاب المصارف يلي حولوا أموالهم للخارج قلي قليلة منهم هن استفادوا إنما المصارف هي مفلسة للأسف المواطنين إذا أخذنا يلي بيشتغلوا بالقطاع العام شفنا كيف الليرة نهارت ما بقى عندهم تقطية صحية وكل المدخرات وسناديق الاستثمارية وسناديق نعرف التعويضات نهاية الخدمة الضمان شفنا كيف راحت كل الأموال وتبدأ دي كشف تقرير في صحيفة لوموند الفرنسية إن قطاع التأمين يجب أن يتوقع فاتورة باهظة عقب اضطرابات اشتاحت الضواحي الفرنسية الفقيرة بعد مقتل الفتى نائل برصاص الشرطة الأسبوع الماضي وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن تكون التكلفة أكبر مما كانت عليه في أحداث مماثلة سابقة وعزى ذلك إلى ارتفاع التضخم وكثرة الأضرار وقد تصل التقديرات الأولى للأضرار التي ستتم تخطيتها إلى نحو 100 مليون يورو دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود التي من المقرر أن تنتهي في السابع عشر من تموز وقال إردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني زيلانسكي أن تركيا تبدل جهدها لتمديد صفقة حبوب البحر الأسود مشيرا إلى أنه تم تسليم ما يقارب 33 مليون طن من الحبوب إلى المحتاجين بموجب الاتفاق مع هذا الخبر جورج منوصل لختم فقرتنا لليوم شكرا لك رانا ترجمة نانسي قنقر